وينضم إلينا من عمان مراسلنا ليثا الجبور أيضا من باريس مراسلنا محمد الحاجي ومن إسبانيا محمد معاذ حامد أهلا بكم جميعا نبدأ مع ليثا الجبور من عمان إذن إغلاق جديد وارتفاع عدد الإصابات كيف تسير الأمور لديكم في عمان دعيني أشير في البداية أن الشهرين الماضيين كانتها أكثر الأيام دفاعا في عدد الإصابات مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية اليوم نتحدث عن أكثر من 1500 إصابة سجلت خلال 50 يوم وهذا مرتفع وعدد كبير مقارنة بالأيام التي كانت المملكة تسجل فيها عشرات الإصابات فقط اليوم دخلت عمان إلى معدل المئوية في عدد الإصابات وأصبحت الإصابات تتجاوز المئتين في اليوم هذا ما أدى إلى أن تقوم الحكومة بسياسة جديدة أعلن عنها رئيس الوزراء وهي سياسة الإغلاق الجزئي أو الإغلاق لقطاعات بعينها لربما تكون هذه القطاعات بيئة خصبة لانتشار الوباء لذلك اتخذ القرار وتم تطبيقه ابتداء من اليوم لأسبوعين القادمين وهو إغلاق المدارس التي لم تبدأ سوى قبل أسبوعين وإغلاق البساجد والمقاهي وكذلك الأسواق الشعبية التي كما قال الرئيس يوجد بها اكتظاظ وعدم تنظيم اليوم نتحدث عن سياسة جديدة قالت الحكومة أنها لن تعود لسياسة الحضر الشامل لأن التكلفة كانت باهضة ولن تستطيع المملكة أن تتحمل العودة إلى ما كانت عليه حيث تضررت قطاعات اقتصادية حتى الآن غير معروف متى ستكون هناك تعويضات لهذه الخسارة الكبيرة التي لحقت بها القطاعات الجديدة التي تم إغلاقها أيضا تطالب رئيس الحكومة بأن يكون هناك تعويضات خاصة أن هناك تسريح لآلاف الموظفين بعد الإعلان أن الحكومة اليوم تدرس التوازن ما بين الصحة وما بين الاقتصاد لكن الحكومة تقول أن صحة المواطن هي أهم وأن هذه القطاعات التي تم إغلاقها هي قطاعات علقت فيها العمل وعلقت فيها الدوام وسيعود الوضع كما كان عليه بعد أسبوعين في حال إذا كانت تم ضبط الوباء ومنعت فرص انتشار الفيروس إلى قطاعاته ابقى معي ليسا ننتقل إلى أوروبا والصورة الأوروبية عن تفشي فيروس كورونا مع محمد الحاجي من باريس محمد إذا ارتفاع كبير في عدد الإصابات عشرة آلاف حالة كيف سوف تتعامل الحكومة مع الأخذ بالاعتبار هناك مظاهرات ضد إلغاء الوظائف وضد إغلاق جديد في فرنسا نعم عشرة آلاف حالة يوميا أما يعادل خمسين أو مئة حالة لكل مئة ألف شخص وهو رقم كبير خمسونة محافظة اليوم تخطط الخطر المعطى من قبل وزارة الصحة لمعرفة أعداد المصابين هناك دعوات لتوظيف أكبر عدد ممكن من الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين في مشافي مرسيلي على سبيل المثال هناك أيضا اليوم مظاهرات بناء على دعوات من النقابات العملية للوقوف في وجه التسريح الذي عرفته بعض القطاعات خاصة القطاعات الطلابية والعملية في زمن كورونا هناك حالة من التملول الرئيس الفرنسي قال بأنه يجب علينا أن نتعايش مع الفيروس أنه أصبح أمر طبيعي جدا دعوات عديدة من بعض الجمعيات إلى المحافظة على التباعد الاجتماعي وأيضا لبس الكمامة وهي جميعها توصيات بات قديمة جديدة حتى الدول الأوروبية الجارة لفرنسا قامت بوضع عدد من المحافظات ضمن اللون الأحمر هناك أيضا بعض المشافي أو اليوم عفوا هناك وزيرة شؤون المدنية اقترحت توظيف كل الأطباء والعمال القطاع الصحي الأجانب وبالتالي منحهم الجنسية الفرنسية لأنهم قدموا لفرنسا العديد من المساعدات خلال فترة كورونا وأهم من كل هذا أن هناك نية بعدم فرض أي طوارئ اقتصادية على هذا البلد هنا خلفي الشانزيليزي كان دائما في هذا الوقت يعج بالسياح والناس اليوم هو شبه خالي مع عدد السيارات الداخلية والخارجة فرنسا اليوم تتعايش وبحالة ديمقراطية مع الفيروس حتى نهاية على أقل عام 2020 ابقى معي محمد ننتقل إلى معاذ أهلا بك معاذ من مدريد كيف تسير الأمور لديكم أيضا هل يوجد أي نية بإغلاق كيف تتعايش إسبانيا مع ارتفاع حالات الإصابة ولا وفاة في الحقيقة بعدما أعلنت الحكومة المحلية هنا في مدريد نيتها عن فرض مناطق إغلاق هنا في العاصمة بسبب التزايد الكبير في أعداد الوفيات تراجعت في اليوم التالي عن ذلك القرار وطلبت مساعدة الحكومة المركزية في السيطرة على هذا المرض في الوقت الحالي إسبانيا تسجل منذ ما يقارب العشرة أيام ماضية يوميا أكثر من عشرة آلاف إصابة يعني تجاوزت إسبانيا أكثر من ستمائة وعشر آلاف إصابة خلال الفترة الماضية هنا في مدريد على سبيل المثال خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية فقط سجلت أكثر من ثلاث ألاف وأربعمائة إصابة جديدة تم إدخال ما يقارب ثلاثمائة وسبعين شخص إلى غرف العناية المكثفة وهو ما يعني أنه في قادم الأيام قد تزيد أعداد الوفيات المسجلة حاليا مثلا مدريد سبعة وعشرين حالة وفاء خلال الساعة الأربع عشرين الماضية هناك مشكلة كبيرة أن أعداد الإصابات المتواجدة في مدريد أعلى من باقي المناطق بأربع مرات لذلك هناك مشكلة في تتبع حالات الإصابات ومشكلة في تتبع الجهات التي اتصل معها المصابون على عكس باقي المناطق وهناك أيضا بعض الحكومات المحلية المحيطة في مدريد تتهم الحكومة الموجودة في مدريد الحكومة المحلية بأنها لم تقوم بالجهد الكافي في السيطرة على أعداد الإصابات وبالتالي يتم تصدير هذه الإصابات إلى المحافظات الأخرى نحن في الحقيقة أمام ساعات قليلة أمام القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة المركزية للمساعدة على ضبط أعداد الإصابات المسجلة خصوصا في ظل أنه ندخل الإسبوع الثاني في عملية فتح المدارس الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المدارس بسبب الإصابات وفي حالة وجود إصابات داخل هذه المدارس يتم إغلاق الصفوف ويتم الفرض حجر وقاء على الطلاب لمدة عشر أيام ومن ثم إذا تم اكتشاف إصابة بينهم يتم فرض أربعة عشر يوما إضافية على هذا الموضوع جدا معقد والحكومة هنا تتعامل مع كل حالة بحالتها كل مدرسة بمدرستها كل مؤسسة بمؤسستها حتى الآن هناك تخبط واضح في إدارة هذه الأزمة شكرا لك من مدريد معاد حامد ومن باريس محمد الحاجي ومن عمان ليث الجبو شكرا جزيلا لكم جميع